اعقب ايام من تأكيد تقرير سري للامم المتحدة تواصل الامارات ارسال شحنات الامدادات العسكرية لحفتر منتهكة حظر الاسلحة في محاولة منها لمنع انهيار صفوف ميليشيات حفتر بشكل نهائي عقب الهزيمة الاخيرة غرب البلاد ممثلة الامين العام للامم المتحدة بالانابة ستيفاني ويليامز في احدث تصريح لها قالت ان خروقات حظر التسليح في ليبيا ونقل المرتزقة لم تتوقف لكنها تراجعت بشكل طفيف في الآونة الاخيرة مشددة على ضرورة وقف تدفق المرتزقة ستيفاني دعت في معرض حديثها لتواصل خرق توريد السلاح من قبل الاطراف المتدخلة في ليبيا الى احترام ارادة الليبيين خصوصا ان الجميع يدرك ان الحل العسكرية والضغط على الموارد الرئيسة لليبيا لم تجد نفعا وكانت نتيجتها مزيدا من معاناة الشعب الليبي الذي يتطلع الى بناء دولة مزدهرة حرص الامارات والدول الداعمة لحفتر على مواصلة ارسال اسلحة اليه رغم الهزائم المتكررة التي لحقت به يعد عاملا رئيسا في زيادة عمر الازمة الليبية ويعقد الحلول السلمية لها خاصة بعد قطعها التزامات عديدة للمجتمع الدولي تتعلق بتوقفها عن تأجيج الصراع بليبيا اما روسيا وبحسب التقرير السري للامم المتحدة فان موسكو ارسلت نحو اربعمائة مرتزق سوري عبر قاعدة حميمين بسوريا الى حفتر في غضون الشهرين الماضيين فقط الى جانب اسلحة ومعدات عسكرية متطورة تشمل طائرات مقاتلة وانظمة تشويش الدعم الروسي الاماراتي المتواصل لحفتر اصبح محل انزعاج دولي واسع ودفع ستيفاني ويليامز الى فرض عقوبات مشددة على المعارقلين للتسويات السياسية في ليبيا تدعمها في ذلك الولايات المتحدة التي تنظر بحساسية كبيرة اذا اي وجود روسي في الشمال الافريقي كما تعهد وزير خارجيتها مايك بومبيو بتسخير بلاده ثقلها الدبلوماسي من اجل ايقاف تدخلات السلبية التي تعرقل المساعر السلمية بما في ذلك الدور الروسي المزعزع للاستقرار في ليبيا